مفيش مئة مليار ولا حاجة مفيش اي مشكلة ممكن يكون لها حل بشرط انك تعتارف اصلا ان في مشكلة اصلا بالعقل كده هتحل مشكلة ازاي وانت بتنكر ان في مشكلة مع الايام الاخيرة المؤتمر المناخ في شرم الشيخ اللي فضيحه غراءة الجلائد والوسائل العالمية والسوشيال ميديا وقراءة الانباء والصحف العالمية ولسه انا بقوله انا مستني رد الاستاذ علاء مبارك على السؤال اللي سألتوله هل الجارديان تمويلها مشبوه لانها فضحت اللي حصل في مصر في المؤتمر بتعشر من الشيخ ولا لكسبب تاني واذا كانت هي ممولة فهل بقيت الجرائد وكانت الانباء ممولين طلع مصطفى مدبول يقولك مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم مؤتمر الكاب تون سيفن على اعلى مستوى حلو قوي هصدقك دلولة اني لسه عارضي مبارح فيديوهات الحضور وهم بيتحكوا على مشهد مية الصرف الصحي اللي كانوا بيعدوا عليها ولسه عارضين اخبار التجسس اللي بقت في كل وسائل اعلام اللي الوافد الالماني حذر حكومة الالمانية حذرت الوافد من انتو بيتجسسوا عليكم ولسه بتكلم عن ابتزاز بعض الشباب المشاركين عشان الاكل والنوم لسه عارض كل ده كنت جيبته تاني النهاردة لكن بعد بعيدا بقى عن المكايدات السياسية ساعات الواحد كده لما يقعد ويسأل هل مؤتمر المناخ ده كان فرصة فعلا هل كان له اهمية فعلا يعني هل يستهل الضجة اللي احنا عشناها دي وهل السيسي فعلا ضيع فرصة مهمة لانقاذ الارض والكوكب كله هل المصريين مهتمين بقمة المناخ ولا مش عارفين يعني ايه مناخ زي ما بتقول الست الكمل بتاعة الام والتحدة قالت تلت المصريين لا يدركون معنى تغيير المناخ يعتقدون انها ارادة الله الينا بانوفا ممثلة الام والتحدة المقيمة في مصر الست اعلى في مصر مش جاية ضيفة وتمشي بتقول لك تلت المصريين ولا يعرفوا يعني مناخ تم تيجي نقول ونفاهم الناس ايه قصة المناخ وهل مصر علاقة بالليلة دي كلها عشان نعمل ده في الاول محتاجين نعرف هي جات الفكرة ازاي وامتى كانت اول قمة قمة المناخ قمة من الدوتش فيلا قمة عالمية لمواجهة الجفاف والهجرة والتغيرات التي تهدد كراتنا الارضية اول حاجة عقلة سنة 97 بتطبيق اتفاقية الام والتحدة بتغيير المناخ سنة 92 تلتزم الاتفاقية او تلزم اتفاقية الدول الصناعية بتغفيد انبعاثات الغازات الدفينة او الدفيقة بنسبة 5% عن مستواتها سنة 90 ده كلامتها بحلول عام 2012 في عام 2005 انعاخرت الدورة الاولى في كوتو في مونتريال حيث تقرر تشكيل فريق يتابع ما تم الاتفاق عليه بعد كده توالت المؤتمرات نبحث عن موارد مياه اخرى لان حصتنا من النيل لا تكفي مش بس كده ده بيهدد السلة الغذائية اللي انت بتاكلها زي ما قال موقع الحرة الامريكية مبارح كأن ارضنا تحترق سلة الغذاء مصر تواجه خطرا حقيقيا ده الحرة الامريكية يكافح المزارعون في مصر من اجل التكيف مع التغيير المناخي واختلاف انماط التقص بعد تعرض البلاد لموجات حرارة شديدة غير اعتهادية في الوقت ذاته درجات حرارة منخفضة بشكل قياسي مما يعرض سلة الغذاء في البلاد للخطر زي ما قالت الويل ستريت جورنال مش بس الويل ستريت جورنال ولا حرة اللي قاله كده الصحيبة قاية الويل ستريت قالت كده قبل كده لكن انت كمان في تماثم مع مياه النيل انت بتعاني ده اللي وصفته اسمه اي ده قناة الويل ستريت جورنال اهو امدادات الغذاء في مصر في خطر يكافح حيث يكافح المزارعون للتكيف مع المناخ مصر بتعاني وده اللي قالته فرنسا 24 الاحتباس الحراري والاستغلال المفرط للمياه نهر النيل فريسة لتهديدات جديدة او جدية بالجفاف طب هدين شفنا الوضع عالميا وشفناه افريقيا بلاد بتتدمر وشفناه في مصر تغيير مناخ بيأثر على الزراعة تغيير مناخ هيعمل تأكل في الشواطئ الاتفاق البح هيعمل المرجع انه يخفي عشر محافظات فين بقى السيسي من القصة دي كلها فين بيجرع الفلوس بيجرع الفلوس زي جعان بدون وعي ده بقى اللي لخصه الرئيس الاوغاندي في مقالي وقال كلام كان واضح يقصد به السيسي قال لن نسمح للتقدم الافريقي بان يكون ضحية لفشل اوروبا في تحقيق اهدافها المناخية عندما يتم اتخاذ مثل هذه القرات وبدون زرة من الوعي الذاتي او الشرف فليس من المستغرب ان يطلب بعض نزرائي الرؤساء اللي زي تعويضات او صدقات لكن هذا هو اخر شيء يحتاجه الافرقة او يريدينهم اكتر من غيرهم ان التقليل من المعايير المزدوجة الوقحة هو ما نرغب فيه الى جانب رفع الحظر المفروض على استثمارات الوقود الاحفوري الافريقيا نفسها حتى نتمكن من تلبية احتياجات شعبنا موسوفيني رئيس اوغاندا بيقول بالنص فليس بدون زرة من الوعي او الشرف ليس من المستغرب ان يطلب بعض نزرائي تعويضات او صدقات لكن هذا اخر ما يتحتاج بافرقة طب ليه بقى بنقول ان السيسي هو المقصود اللي يقصده الرئيس الاوغاندي قد المقالة هو في النيوزويكر جاوله عشان ما حتشور جبنا منين قد المقالة هو ليه بقى بنقول رئيس اوغاندا بيقصد السيسي لان كل اللي شغال في مصر كلها من خلال القمة هو الكلام عن الفلوس وبس الفلوس وهي معروفة بتروح فين والاغرب الارقام المختلفة اللي بتقالي على لسان السيسي وحكومته نحتاج السيسي يطلع يقول نحتاج تمنمائة مليار دولار سنويا بيقول لمواجهة تغيير المناخ الاخ عايز تمنمائة مليار كل سنة ينزل في حساباته وافريقيا الاكثر تدلع مصر رقم واحد في معالجة المياه طب هدي السيسي بيقول كده السيسي يدعو الدول متقدمة لتقديم مئة مليار دولار لتمويل المناخ بالبلدان الفقيرة ده اللي قال عليه رئيسه غدا مش طربين صداقات وزيرة التقديد قايت لك بس احنا عايزين اربعة تريليون دولار لحد سنة تلاتين الناس بطلق بطا التقديد ربعمائة مليار دولار لسد فجوة تمويل المناخ بالمنطقة اي كلام ارزع على طريقة يعمل فلوس عندهم زي الرز مش بس المسؤولين والسيسي لا ده كمان اعلامه شغال بقى وهاتك يا ارقام اتفرق العالم مخصص مئة مليار دولار لمشروعات لا علاقة بالمناخ يعني انك تغير نوع الوقود اللي بتستخدمه الدولة دي عملته عايز اقول لحضرتك ان هذا الوطن اللي احنا فيه جاهز تماما لاستقبال استثمارات المناخ بس طبعا الرقم بقى مع الدكتور هالة او مع الدكتور معيد انما طبعا ان شاء الله برضو عندنا امل كبير من المناخ وحنجيب الفلوس اه تقريب وحنجيب الفلوس بإذن الله سبوبة في النهاية طلع النهار ده جون كيري وزير خلال امريكا الاسبق كب على كل الكلام ده شاطمة واسخة وقال لك مفيش مفيش انا لو اقدر اديك اديك اهو جون كيري الدول المتقدمة قالك ستقدم مئة مليار دولار من تمويل المناخ من العام المقبل طلع النهار ده قالك جون كيري يستبعد حصول الدول النمية على المئة مليار دولار في شام الشيخ مفيش الخلاصة النظام في مصر لا فارق معاه مناخ ولا ازمة في المية ولا فارق معاه جفاف ولا رفع درجات حرارة بتأصل على الزراعة ولا انخفاض ملحوص في درجات الحرارة ولا فارق معاه حاجة هو لو فارق بعاما يروحش يعمل تفسد النهضة ونلبس في الحيط لو بيفكر في المناخ اصلا ما كانش راح يفكر في مدينة جديدة في وسط البحر اللي هو يتاكل فشل اقتصاديا فشل في بنية تحتية اللي لكلها كانت شوية منظرة وتقليب يمكن نقلب قرشين من الدول دول ويولع المناخ ويولع العالم